موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث عن موضوع استعراض الميليشيات في بغداد قبل ايام استعرضت ميليشيا ما يسمى بربع الله في بغداد وارهبت العراقيين ارهبت اهل بغداد بش بطريقة غريبة عجيبة استعرضت بطوابير بارتال من سيارات رباعية الدفع تحمل اسلحة ثقيلة تحمل حتى مقاومة طائرات رباعية وغيرها وكانوا ينادون ويحملون صور رئيس الوزراء وقد طبعت عليها صورة حذاء وصورة وكيل وزارة الداخلية شون استخبارات والتحقيقات وطبعت عليها صورة حذاء ايضا وتهديدات لرئيس الوزراء بانه سيقطعون اذنه سيقطعون رقبته وهكذا كانوا يقولون وايضا يعني مطالب اخرى لكن القضية ان القوى الامنية دعت انها لا تعرف الموضوع وانها قد علمت من الموضوع من وسائل التواصل الاجتماعي وكأن هذا تبرئ لهم هذا تهمة كبيرة هذا ادانة كبيرة لكم يعني عندما يقول عندما يقول متحدث باسم قيادة العامل المشترك تفاجأنا من المقاطع الموجودة في مواقع التواصل الاجتماع وبدأنا الاتصالات هذا كفر كذبة كبيرة لان هذه الارتال العسكرية التي مرت تحمل هؤلاء الميليشيات مرت من قواطع ونقاط تفتيش امنية كثيرة في وسط بغداد فيها مئات القواطع الامنية كيف مرت هذه ودخلت منها اذا هناك تواطئ القوى الامنية مع هذه فتحت لها الطرق ودخلت الى بغداد بهذه الطريقة طبعا البعض رأسه مباشرة للناس طبعا تحدثت ان هذه ميليشي الحجد الشعبي ومعروفة سياراتهم ومعروفة شكولهم ومعروفة ملابسهم ومعروفة تصرفاتهم مباشرة الحجد الشعبي نفى هذه القضية وقال احنا ما عندنا اي تحرك عسكري قطعاتنا داخل بغداد وحنا نتحرك بامرة القاعدة الهام قوات المستهل اللي هو رئيس الوزراء الكاظمي طيب المتحدث باسم ما يعرف بكتاب حزب الله ابو علي العسكري مباشرة الخرجة بتغريدة او بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه بالنص يعني ساقر عليكم ما قاله وقال لقد تم نقض قوات من الحجد الشعبي من الحجد الشعبي اؤكد على هذا التي نشرف على ادارتها ودعمها الى احد اطراف بغداد لاداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز بغض النظر عن هذه الكذبة الدفاع عن بلدنا العزيز وهذا النقل الروتيني ولا يحتاج التنسيق معي جهة وبسبب بعض العوامل الامنية والفنية تغير مسار الرتل الى وسط بغداد بسبب عوامل فنية وامنية مثل ما قال اضطر هذا الرتل ان يدخل الى وسط بغداد واستثمر بعض الشباب المتحمس غير المنظبط كما سمى هذا المسار ليعبروا عن مطالب حقه هي مطالب عادلة لكن بطريقة غير مقبولة لنا اما مفهوم ضبط السلاح تحدث عن ضبط السلاح لان هناك من قال انه يجب ان يضبط السلاح وكذا فان تم فيجب ان يسري على الجميع دون استثناء وقال نتمنى من الجهات الاعلامية والحكومية توخي الدقة في نقل الاخبار ومن هنا نذكر بالآتي يعني ما هي الدقة المطلوبة ما اعرف يعني ارتالوا كل الناس شافتها وتناقل صورها والكل اطلع عليها يعني فضائيات نقلتها واجهزة الهواتف واجهزة كل الاجهزة نقلتها هذه وكل وسائل التواصل الاجتماعي نقلت هذه الصور والفيديوهات وابحة كانت يعني ما هي الدقة وما هي الاخبار الكاذبة اولا قال على مدعي الاصلاح والمشاركين في الحكومة النظر الى حاجات المساكين والمستضعفين وترك التنابز وكيل التهم والتصيد بالماء العكر طبعا ويقصد مقتد الصدر وعلاح لان مقتد الصدر سنتي على ذكره ماذا قال عنهم ثانيا نؤكد ان لاحصة في الموازنة الاتحادية لقليم كردستان دون مراعاة تسليم عائدات النفط والمنافذ الحديد مع مراعاة عدم المساس برواتب الشعب الكردي بغض النظر عن قضية هذه المحاصصة الطائفية من عام 2003 لحد الآن وهذه المشاكل اكراد وعرب اللي خلقتوها انتوا بدستوركم وبهذه العملية السياسية الرثة هذه التي دمرت العراق والعراقيين بغض النظر عن هذه المسألة هل انت مسؤول عن يعني مالية العراقيين وأمن العراقيين وسلامة العراقيين واقتصاد العراقيين ما انتوا جزء من الكارثة جزء من كارثة العراق انتم لي سرقتم الأموال وسرقتم ونهبتم منافذ الحدودية أغلبها بيد الميليشيات تتصرفون بها كيفما تشاءون ومع إيران ومع غيرها وتهربون والحشيشة وغيرها والمخدرات والنفط كلها التهريب والأموال لكم لا تتحدثون وكأنكم انتم يعني خارج هذه الاتهامات هذه كذبة كبيرة كما يجب على الحكومة إعادة المسوخة عقودهم وتشغيل العاطلين على أمل وإعادة الفطاقة التموينية وإرجاع سعر صف الدولار ومكان عليه لصدر مقل الفقراء الشعب لا يحتاج منكم كل هذا الكلام لا يحتاج منكم الشعب يحتاج أن تذهبوا إلى الجحيم وتنهوا وجودكم في العراق الشعب لا يحتاجكم أنتم تقولون عندنا قوى أمنية وقوى عسكرية ومليونية أنا عسكري وجندي وما أعرف شنو شلهم بالميليشيات لا يريدون ملوا من هذه القضية ملوا من الاعتقالات والقتل والابتزاز والسرقة والنهب والتدمير هذه التي تتبع عصابات وخطف وقتل وقتلة أبنائهم بالتظاهرات وبغيرها هذه ملوا من عندها ويريدون التخلص من عندها فهذا جزء مما تحدث بي في الدقائق القليلة الباقية تحدث عن الكاظمي خرج مباشرة قال السلاح لا يبني الحياة ولا يجعلنا البعض نستسلم للسلاح نحن لا نخاف من أحد لا نريد أن نذهب البلاد إلى حرب أهلية أو إلى دوام الدماء ومن قال لك تريد أن تذهب يعني لماذا إذا حربت الميليشيات وإذا مسكت السلاح وإذا حصرت السلاح بيد الدولة هذه حرب أهلية الشعب يريد أن يتخلص من هذا وأنت لا تحارب الشعب يعني في هذا الكلام أنت تعارب الميليشيات أم الشعب إذا كنت تقصد أن الشعب يقف مع الميليشيات هذه كذبة كبيرة كذبة كبيرة الشعب يقف ضدك وضد الميليشيات ضد حكوماتكم وضد عمليتكم السياسية وضد كلها تصرفاتكم السياسة الخاطئة على مدى 17 هكذا قدت أدت إلى حراك الشعبي أن تجاذي الحكومة هذه أيضا كذبة كبيرة نعم هناك حراك الشعبي 12 سنة لحد الآن لكنكم لم تخرجوا من رحم هذا الحراك خرجتم من رحم التعاقدات بين هذه الأحزاب والقوى الفاسدة والميليشيات التي جاءت بكم وأجلستكم على كرسي الحكوم هناك من يحاول أن يبتز الدولة تحت مسميات كاذبة أنتم من صنعتم هؤلاء الذين يبتزون الدولة الشعب ليس له علاقة أنتم من تبتزون الشعب وتبتزون العراق كله الهدف من الاستعراض أرباك الوضع السياسي في العراق لشوء الوضع السياسي في العراق يحتاج إلى أرباك لكي يربك ما هو فوضى من 18 سنة لحد الآن وزادت الفوضى في ظل حكومكم وفي ظل حكوم كل هؤلاء الشراذمة وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله لنكمل الحديث عن هذا الموضوع لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة